برلين هنا تعيش ميشطة الناشطة الحقوقية السودانية والمستشارة في فض النزاعات والسلام منذ سنة من بداية القتال في السودان بين الجيش وقوات الدعم السريع لم ترى مي عائلتها التي تعيش أوضاعا صعبة في مدينتي القطارف والفاشرة وليس من السهل لها أن تعيش بأمان في برلين في حين دعان عائلتها تحت وقع الحرب في السودان إحساس مؤلم كأنا سودانية وأهلي سودانيين قاعدين في جوة جزء في معالك وجزء فيهم بهم مشردين لاجئين إحساس لا يوصف لكل السودانيين على أساس أنه أنه إحنا كسودانيين متعلقين بالسودان شديد ومدخلين من يوم إلى الأيام عندنا على مرة السنين حروب ونزاعات في السودان لكن إنصل السودان لمرحلة بتاعت دمار شامل كان بالنسبة لنا الحتة بتاعت الشوكين دي يعني الحتة بتاعت الصدمة تتواصل مي مع عائلتها اليوم فقط عبر الهاتف أو تطبيق الواتس أب عندما يكون الإنترنت متاحاً في منطقتهم ومن أجل عائلتها وبلدها تشارك مي منذ سنة في الكثير من المبادرات والنشاطات السياسية والحقوقية هنا في ألمانيا اليوم تستعد مع زملائها في النادي السوداني لوقفة احتجاجية تنسي نظمونها بمناسبة مرور عام كامل على بدء القتال في السودان يتحدثون عن آخر التطورات ويتفقون على الشعارات التي سيرددونها هؤلاء الشباب السوداني لم يتوقفوا يوماً منذ بداية الحرب عن تنظيم الفعاليات والتظاهرات من أجل الضغط وإيصال أصوات عائلاتهم هنا في أوروبا لوقف الصراع صلاح واحد منهم مشاعر الخوف والقلق على عائلته لا تتركه أنا دوري محتبره مهم لأنه هو بحكس الصوت بتاع الناس في الشارع وصوت أهلي من البنتي هكذا تحصل ليهم والمجاعة تحصل ليهم والظروف المارغين بيها الآن فبشوف إنه الحاجة دي مهمة جداً إنه أنا أشتغل ودي الحاجة اللي اتربيت لبيها إنه أنا أكون زول حر وضموراتي ولازم أعمل على إنه نعيد السلام للسودان مرة تانية والناس ترجع لي بيوتها سالمة وغانا فاطمة هي كذلك طالبة جاءت لتعلم اللغة الألمانية لكنها علقت في ألمانيا بسبب الحرب تحاول أن تفعل أي شيء يمكن أن يساهم ولو قليلاً في تغيير الوضع في بلدها ومطالبها واضحة بتمنى إنه الحرب تقيف نرجع بيوتنا نرجع جامعاتنا دراستنا حياتنا الطبيعية عملنا فأنا أتمنى إنه نرجع في وطن ديمقراطي اليوم هو يوم الخامس عشر من أبريل اليوم الذي تنتظره مي قامت مع بعض من زملائها بتنظيم وقفة احتجاجية أمام وزارة الخارجية الألمانية ستسلم ألفاً وخمسمائة توقيع جماعتهم لتقدمهم كعريضة للوزارة للضغط على المسؤولين الألمان لتحريك الملف السوداني وإيقاف إزهاق أرواح الأبرياء في المدن والقرى السودانية رغم أن الوضع السياسي في السودان ما يزال غامضاً ومعقداً اشتركوا في القناة